ومثل ما قرأت في الإصحاح الأول طلب من آدم أن يسود وأن يتصلت على كل الخلائق الأخرى على الحيوانات وعلى طيور السماء وكمان خلق أعطى البزر حتى تنبت عشب في الأرض وأكل للإنسان والحيوان طبعا هذا كان قبل السقود كان بيأكل من ثمر الأرض ورب أعطى الإمكانية لآدم أنه يزرع ويهتم فكان بيتصلت كان في هذه الصورة السيادية كما أن الله له السيادي والسلطان على كل شيء فشارك الإنسان في هذه السيادة والسلطان من خلال طبعا إرادة الله وهذا طبعا كرم إلهي أن نكون على صورة الله فأنت وأنا كائنات مميزة فريد من نوعنا نختلف عن كل الخلائق وأنه حتى يعني الله خلقنا منختلف عن الملايكة وعن الأرواح الأخرى فأنت مخلوق على صورة الله مش الملايكة مخلوقة على صورة الله أنت وأنا ومخلوقين على صورة الله مخلوقين على صورة الله